اشتركوا في القناة تقدر تنقل وثبت بكيجاتك سواء كانت ألعاب أو تحديثات أو DLC أو تعريبات أو تطبيقات أو أي شيء بصيغة بكيج على جهاز البي اس فور طعم باختلاف الموارد الموجودة عندك سواء كان عندك هارد ديسك أو يو اس بي مع جهاز بي سي أو ما عندك جهاز بي سي عندك هاتف أندرويد أو أصلا لا تمتلك وحدات تخزين خارجية وعندك فقط هاتف أندرويد أو عندك فقط جهاز البي اس فور ولا تمتلك أي وحدات تخزين خارجية فبإذن الله كل هاي الأشياء رح نستعرض طريقة لها لتثبيت ونقل البكيجات على جهاز البي اس فور طيب شباب وفي البداية أول طريقة وهي الطريقة العادية المباشرة وهي عبارة عن أني أوصل هارد ديسك أو يو اس بي بجهاز البي سي وأقوم بفرمتته بي اي اكس فات دائما لا تفرمت إلا صيغة اي اكس فات مهما كان حجم ملعابك ومن ثم أنقل البكيج عليها بشكل مباشر هاي هي طريقة مباشرة وأكثر من 90% من ملاك البي اس فور بيعرفو هاي الطريقة بدون أي مشكلة فاتوصل البي اس بي بجهاز البي سي وكليك يمين ودائما فورمات وخلي الصيغة هي اي اكس فات ومن ثم تنقل البكيج اللي بدك على البي اس بي بدون أي مشكلة تسحبه على الهارد ديسك او اليو اس بي او تعمل له كوبي بيست بالطريقة اللي بدك يا ها هي اون طريقة مباشرة وبسيطة حاليا كل اللي عليك انك توصل اليو اس بي او الهارد بجهاز البي اس فور وتنتقل على ايقونة الجولدهن بي باكيج انستولر رح تلاقي جميع بكيجاتك اللي نقلتها موجودة هون كل اللي عليك انك تضغط اكس على اي بكيج بدك يا مباشر رح يبلش تثبيت بشكل عادي هاي الطريقة المباشرة العادية السهلة اللي ممكن اي شخص يستخدمها بشكل سهل جدا الطريقة الثانية يا شباب وهي باستخدام جهاز البي سي لكن بدون وحدات تخزين خارجية مثل هارد ديسك و يو اس بي وهي الطرق صراحة كثيرة جدا تعتمد كلها على طريقة وحدة وهي توصيل جهاز البي اس فور بجهاز البي سي عبر سلك الاثرنت بشبكة اوفلاين بدون ما تتصل عن طريقة الواي فاي بدون ما تحتاج الانترنت فقط توصل بسلك الاثرنت نفسه اللي بتعمل فيه جيل بريك على الجهاز بشبكة اوفلاين فانا انصحك طبق خطوات هذا الفيديو وطبق الخطوات الموجودة فيه ومن ثم اتبع الطرق الموجودة هون هتكون طريقة اسرع وافضل مما انك تنقل باستخدام الواي فاي والطريقة رقم اثنين وهي الفايل زيلا وهذا البرنامج هو مستكشف ملفات البي اس فور عن طريق الاف تي بي الاف تي بي هي ميزة موجودة بالجولد هين لو رجعنا على جهاز البي اس فور انتجاهنا على قائمة الجولد هين انتجاهي على سيرفلس سيتنج رح تلاقي خيار اسمه اول ما تفعل هذا الخيار وتكون متصل بشبكة رح يظهر عندك الائي بي ادرس زي ما انتم شايفين ورقم البورت ما بيظهر الائي بي الا اذا كنت متصل بشبكة سواء كانت شبكة واي فاي او شبكة اوفلاين لازم تتصل بهاي الشبكة حتى يظهر الائي بي المخصص فلو شفت عندي الائي بي عندي 10.1.1.7 لان انا عمل اي بي مخصص فأتيجي عند الهوست وتكتب الائي بي زي ما هو 10.1.1.7 ورقم البورت طبعا ثابت عند الكل تعمله 21.21 وتعطيه مباشرة حيتصل بملفات البي اس فور كاملة هاي هي كل اللي علي اني ادخل على مجلد داتا ومن ذاتا يا شباب راح تلاقي مجلد باسم باكيج لو ما وجدت هذا المجلد موجود عندك تلك يمين وتعمل create directory وتكتب باكيج باحرف صغيرة راح يظهر عندك المجلد بدون اي مشكلة تدخل على مجلد باكيج وتنقل كل باكيج هذك اللي بدك ياها داخل مجلد باكيج بهذا الشكل طبعا سرعة النقر راح تعتمد على حجم اللعبة او الـ update او الـ dlc اللي انت ابتنقل فيها داخل مجلد باكيج نرجع لجهاز الـ ps4 باكيج ونرجع لدي بوك سيتنك من دي بوك سيتنك راح تنزل على الخيار الثاني وهو باكيج سورس بالباكيج سورس عنا خيارين الشباب الـ usb وهو التخزين الخارجي الموصل بجهاز الـ ps4 والثاني وهو الـ hdd data package بنفس المسار اللي نقلنا عليه نختار المسار الثاني وتروع لباكيج انستولر راح تلاقي باكيجاتك اللي نقلتها موجودة هون فقط قلنا عليك انك تضغط اكس على اي باكيج او تعمل install all براحتك بهذا الشكل راح تثبت الباكيجات بشكل سريع ومباشر ومن جهاز الـ ps4 وبدون استخدام واحدة تخزين خارجي طبعا الباكيجات راح تظل موجودة داخل جهاز الـ ps4 الا اذا انت حدفتها راح تلاقي الباكيجات تثبتت عندك على القائمة الرئيسية بدون اي مشكلة الطريقة الثالثة يا شباب وهي باستخدام برامج الباكيج سندر برامج الباكيج سندر هي برامج تسمح لي بارسال الباكيجات من pc الى جهاز الـ ps4 باستخدام الشبكة اللي انا متصل فيها سواء كانت شبكة واي فاي اونلاين عادية او شبكة اوفلاين افضل هاي البرامج باكيج سندر 1.7 من افضل البرامج واسهلها استخدام وما بحتاج متطلبات كثير فقط يحتاج برنامج واحد وهو node.js بتثبته بشكل بسيط جدا ومثم بتعمل double click على البرنامج هاي هي واجهة البرنامج البسيطة جدا وكل اللي بتحتاجه هون انك شيء بهذا الشكل تسحبه داخل البرنامج بهاي الطريقة وقبل ما تعمل الارسال على جهاز الـ ps4 راح تحتاج برنامج اسمه remote package installer package حجمه صغير جدا تقوم بتثبيته بشكل سريع جدا هذا البرنامج يساعدنا باستقبال الـ package من الـ pc على جهاز الـ ps4 وتضغط x حتى يشتغل البرنامج ونرجع البرنامج package sender وكل الليك تضغط على الكلمة بالبرتقالي بهذا الشكل وتنتظر اشعار على جهاز الـ ps4 تمام وصل الاشعار على جهاز الـ ps4 هذا يعني انه اللعبة بلشت نقل من جهاز الـ pc نكبس بي اس راح تلاحظ ان اللعبة بدأت تنقل من جهاز الـ pc على جهاز الـ ps4 بدون اي مشاكل وباستخدام الشبكة الانت متصل عليها تمام شباب حاليا انتهى من ارسال اللعبة واللعبة اشتغلت بدون اي مشكلة على جهاز الـ ps4 الطريقة الرابعة على الـ pc يا شباب وهي عن طريق package sender هذا البرنامج يعتمد على الـ pin loader ايضا ميزة موجودة بالـ gold end فلو رجعنا على جهاز الـ ps4 اتجاهنا على gold end واتجاهنا على service setting في شيء اسمه pin loader لازم تكون هذا الشيء فعال حتى تستخدم برنامج package sender وبكل بساطة كل رجع عليك تاخد اي package بجو مكان وتسحبه وعلى البرنامج بهذا الشكل كل رح يطلبني اياه البرنامج يا شباب وهو اني ادخل الـ ip خاص بجهاز الـ ps4 فنكتب الـ ip واعطي انت مباشرة رح يبلش ارسال به الـ package على جهاز الـ ps4 ومثل ما بس يكمل لحيصلني اشعار انه بدأ التنزيل على جهاز الـ ps4 تمام خلص حاليا بدأ بالتنزيل على جهاز الـ ps4 وهذا هو الـ package هو ps5 theme تم ارساله بنجاح باستخدام الـ package sender هاي هي الطريقة الرابعة وايضا اللي تعتمد على توصيل بين جهاز الـ ps4 وجهاز الـ pc هاي الثلاث طرق يا شباب تعتمد على الشبكة الـ offline حتى تكون معك الطرق ناجحة جدا بدون اي مشاكل اما الطريقة الخامسة يا شباب وهي باستخدام هاتف الاندرويد في حال كنت تمتلك وحدات تخزين خارجية زي الـ hard disk والـ usb المفرمتة بـ ex fat راح تستخدمها على هاتف الاندرويد بطبيعة الحال هواتف الاندرويد لا تقبل صيغة الـ ex fat اطلاقان لكن راح نستخدم برنامجين راح نقدر من خلالها نشغل الـ hard disk أو الـ usb وننقل الهم باكيجات بكل بساطة كل اللي راح تحتاجه يا شباب هو قطعة صغيرة تسمى OTG هاي القطعة تسمح لي اوصل اي usb بهاتف الاندرويد فرح اتكلك رابط هذور البرنامجين روابط موجودة بـ google play هي برامج رسمية من مايكروسوفت فكذر عليك في البداية تدخل على مايكروسوفت ex fat وتوافق على الاستخدام ومن ثم توصل الـ hard disk أو الـ usb بهاتف الاندرويد بقطعة الـ OTG تمام مباشرة راح يتصل عندك الـ hard disk اول ما يشبك الـ hard disk لأول مرة راح يعطيك انه اذن الوصول الى ex fat drive فلازم تعطيه السماح بالوصول للملفات الخاصة بالـ usb أو بالـ hard disk وإلا ما راح يستعرض الـ hard disk لو تلاحظ انا شبك عندي الـ hard disk حجمه 465 جيجا كل علي اني اضغط mount بالاخضر هذا برنامج مدفوع لكن بقدر اكمل بشكل مجاني continue and trial ومن ثم راح انه دخل بأي حساب جيميل موجود عندك تختار اي حساب جيميل وتدخل منه لا تخاف هذا برنامج آمن ورسمي من مايكروسوفت كل عليك تختار open setting وتسمح للبرنامج بقراءة او بالوصول الى كل ملفات الجهاز لازم تفعل هذه الخاصية وإلا ما راح تقدر لا تنسخ ولا تحدف ولا تعمل اي شيء ومن ثم تعمل pack راح تلاحظ انه ظهر عندي خيار open راح ينقلني على التطبيق الثاني وهو total commander لو نزل تحت ها هي ملفات الهاتف اللي عندي اللي هي ملفات التنزيل وملفات الهاتف الداخلية وايضا هون عندي برنامج المايكروسوفت اي اكس فات تدخل عليه تدخل على new folder مباشرة دخلني على الهارد ديسك او ملفات الهارد ديسك الموجودة باسم new volume ها هي الباكيجات الموجودة عندي على الهارد ديسك لو تلاحظ عندي app.package هي لعبة كاملة بحجم 41 جايجة تحديثات خاصة بFC 24 ايضا لو دخلت على مجلد بي اس فور لح تلاحظ انه عندي لعاب زي crash team racing عندي horizon forbidden west بحجم 80 جايجة عندي لعبة redded redemption ايضا بحجم 79 جايجة كل الباكيجات راح تقدر عندك الموجودة على الهارد ديسك بامكانك تحذف وتنقل وتعمل اي شيء تعيد تسمية كل شيء بدك تعمل فخلينا حاليا ننقل package من هاتف الاندرويد الخاص فيه نرجع على قائمة الملفات الرئيسية هاي هي وندخل على التنزيلات اول مكان اللي انت نزلت فيه package طبعا تدام تعطي اذن الوصول للتطبيقين حتى تقدر تستكشف الملفات وندخل على مجلد app and games انا عندي لعبة cuphead زي ما انتم شايفين اللي هي اول ملف بحجم 3 جايجة واشي حتى انقلها على الهارد ديسك بكل بساطة بظن يضغط عليها ضغطة طويلة راح يظهر عندي خيار ارسال الى كل عليك تضغط على خيار ارسال الى اللي هو موجود قدامه نجمتين وشحطة في هذا الشكل يعطيه موافق واتختار برنامج total commander بهذا الشكل ومايكروسوفت ex fat new volume وهذا هو الهارد ديسك موجود امامي كل علي اني اضغط على كلمة اوكي الموجودة فوق ورح يبلش نسخ الباكيج من هاتف الاندرويد الى الهارد ديسك او اليو اس بي اللي انا موصله بدون اي مشاكل باستخدام طبعا انت وصل سيليك بقطعة الاو تي جي يعني ما رح تحتاج لا واي فاي ولا نت ولا اي شيء اطلاقا وبعد هيك بيمكانك تفصل الهارد ديسك وتوصله بجهاز البي اس فور وثبت الباكيج بدون اي مشاكل تمام شباب انتهى الموضوع وتم نسخ الباكيج الى الهارد اللي انا موصله بهاتف الاندرويد فالو رجعت على برنامج مايكروسوفت ex fat new volume رح تلاحظ انه لعبة cuphead اي هي صارت موجودة هون بحجمها نفسه خلينا اعيد تسمية اللعبة اسميها باسم cuphead اندرويد اسميها باسم cuphead اندرويد حتى انتبتها من جهاز البي اس فور على اننا نقلناها من هاتف الاندرويد ما في داعي ان اكتعي تسمية الباكيج لكن هذا فقط مثال سريع تمام زي ما لاحظ اعيد تسمية الباكيج cuphead اندرويد كل علي حاليا افصل الهارد ديسك واوصله بجهاز البي اس فور طيب شباب وحاليا بعد ما كمنا نقل الباكيج باستخدام هاتف الاندرويد على الهارد ديسك نوصل الهارد ديسك بجهاز البي اس فور وانا اتجه طبعا الى جولدهن ديبوك سيتنج باكيج انستولر وتلاحظ انه اللعبة موجودة هون cuphead اندرويد بنفس الاسم اللي سميتها فيه على هاتف الاندرويد كل علي اضغط اكس وراح يقوم بتثبيت اللعبة بشكل بسيط وبدون اي مشاكل على جهاز البي اس فور طريقة جدا مفيدة للاشخاص اللي ما عنده بي سي وحاب ينقل العابه باستخدام هاتف الاندرويد تمام شباب اكتمل تثبيت اللعبة بدون اي مشاكل واللعبة موجودة على الجهاز وتعمل بدون اي مشاكل على جهاز البي اس فور بكل بساطة بدون اي مشاكل بإمكانك ايضا ترجع وتحذفها من هارد ديسك بعد تثبيتها بدون اي مشكلة الطريقة السادسة يا شباب وهي من جهاز البي اس فور فقط بدون استخدام واحدة تخزين خارجي او بي سي او اندرويد وهو مكتبة الالعاب هذا التطبيق او هاي المكتبة هي توفر لك جميع الالعاب مع تحديثاتها مع الديل سي الخاص فيها هاي المكتبة كانت في البداية مجانية لكن اصبحت حاليا مدفوعة تقريبا بنسبة 95% من العابها طبعا هما ما بأخذوا منك اشتراك بكسعر الالعاب من العاب مجانية متوفرة على المواقع هما بأخذوا اشتراك من خدمة السيرفرات وطبعا سرعات الانترنت المتوفرة للتنزيل انا لا انصح بهاي المكتبة صراحة لكن هو خيار موجود عندك بإمكانك انك تستخدمه وتتصفح فيه وتشوف الالعاب الموجودة هاي هي الواجهة الرئيسية للتطبيق يا شباب بإمكانك تعمل سيرتش عن اسم اي لعب بدك اياها بإمكانك تضغط على اول جيمز حتى يظهر لك كل الالعاب الموجودة ونتم اضافتها جديد ايضا بإمكانك انك تختار ثيمز ايمن وتقوم بتحميل الثيمات موجودة هون بإمكانك تقوم باختيار الاستوديوهات الخاصة فيك زي روكستار واي اي اي وغير هاي الاستوديوهات بحيث تقسم لك الاستوديوهات بكل الالعاب موجودة فيها بهذا الشكل تلاحظ معطيني اسماء استوديوهات الالعاب بإمكانك تختار استوديوهات الخاص فيه بعطيك كل الالعابه الموجودة او المتاحة على التطبيق فهو يقدم خدمات التطبيق لكن مقابل اشتراك بريميوم بإمكانك تعمل من التطبيق مباشرة على الجهاز البي اس فور اطلاقا بدون اي واحدة التخزين خارجي فلو دخلت على اي لعبة بشكل عشوائي راح تلاحظ طبعا راح يستعد ذلك صور من اللعبة راح تلاحظ انه في عندك هنا هي فول جيم وايضا باتش وايضا في عندك دي أل سي و لو تلاحظ كلها مسكرة باشتراك وتحتاج الى اشتراك بريميوم هاي كانت 6 طرق يا شباب بإمكانك انك تنقل و تثبت الباكيجات على جهاز البي اس فور المعدل من اصدار خمسة صفر خمسة و حتى الاصدار اهدعش كل شيء نستخدمنا بهذا الفيديو راح تلاحق الوابط موجودة بالوصف سلام عليكم اشتركوا في القناة